أكد مسؤول أمريكي أن بلاده تبدو غير قادرة أو غير راغبة في وضع خطوط حقيقية لإسرائيل بشأن حرب غزة المسؤول الأمريكي اعتبر في تصريحات لصحيفة بوليتيكو أن عجز البيت الأبيض عن رسم خط حقيقي للإسرائيليين اعتبره بالأمر المؤسف مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تملك خططا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية وفي السياق نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية أن انتقاد الرئيس جو بايدن وغضبه من قصف إسرائيل لموظفي الإغاثة في غزة هو أقصى ما يمكن القيام به حاليا قال بيان للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تشعر بإحباط من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة في قطاع غزة متوقعا أن لا يؤثر الاستهداف على مناقشة وقف إطلاق النار وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا زالت تناقش جهود إدخال المساعدات لغزة بحرا البيت الأبيض قال أنه وضح بعض الأمور لإسرائيل بشأن العمليات وجهود إدخال المساعدات إلى غزة